حقق الرمثة الفوز بهدفين مقابل هدف على شباب الأردن أمس السبت في المباراة التي جمعتهما على استاد عمان الدولي في الجولة السادسة من دور المحترفين لكرة القدم وأحرز هدفي الرمثة كل من العراقي محمد شوكان من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة والأربعين وعبدالله ديارة في الدقيقة الحادية والتسعين فيما أحرز هدف شباب الأردن الوحيد أحمد ياسر وبهذا الفوز رفع الرمثة رصيده إلى ثلاث عشرة نقطة ليحافظ على صدارته للترتيب فيما توقف رصيد شباب الأردن عند النقطة الثامنة تقام يوم غد الاثنين في عمان مبارتان في إطار منافسات المجموعتين الثانية والثالثة ببطولة كأس الأردن لكرة القدم وتشهد المجموعة الثانية مباراة فريقي الأهل والبقعة على أستاذ عمان الدولي عند الخامسة مساء فيما يشهد أستاذ الملك عبدالله الثاني عند الساعة السابعة ونصف مساء مباراة فريقي الوحدات والحسين إربد في إطار منافسات المجموعة الثالثة وتقام بطولة الكأس وفق نظام تقسيم الفرق المشاركة وعددها 12 فريقا إلى أربعة فرق لحيث يتأهل أول كل مجموعة إلى الدور الثاني من البطولة حقق نادي الأمير حمزة المركز الأول في بطولة أندية المملكة لسباحة الزعانف والتي نظمها الاتحاد الملكي للرياضات البحرية برعاية الأمين العام للجنة الأولمبية ناصر المجالي وبمشاركة 150 لعبا ولاعبة مثلوا خمسة أندية من جميع الفئات العمرية وحصد نادي الأمير حمزة 54 ميدالية بينما حل في المركز الثاني نادي مدينة الحسين للشباب بـ 64 ميدالية وجاء في المركز الثالث نادي الأكوامرينة بمجموع 34 ميدالية وشهدت البطولة تنافسا شديدا بين السباحين والسباحات خلال السباقات العديدة والتي أقيمت على فترتين صباحية ومسائية وسط حضور جماهيري جيد وتنظيم مميز من قبل الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية وفي نهاية البطولة سلم الأمين العام للجنة الأولمبية ونائب رئيس اللجنة الدكتور ساري حمدان الفائزين الميداليات والكؤوس يعود فريق ريال مدريد إلى أجواء الدور الإسباني بمباراة ضمن الجولة التاسعة ستجمعه بفريق إيبار الليلة وهو لقاء لا مجال فيه لإضاعة النقاط ويدخل الفريق الملكي اللقاء بعد التعادل المخيب في دور أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو حيث يبحث النادي الملكي بقيادة المدير الفني زين الدين زيدان عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث وذلك بعد الفوز على ختاف بهدفين لهدف الجولة الماضية من الدور تتجه أنظار متابعي كرة القدم العالمية غداً الاثنين صوب العاصمة البريطانية لندن لمتابعة حفل توزيع جوائز أفضل لاعب ومدرب وحارس مرمى في الموسم المنتهي 2016-2017 ويتنافس على جائزة أفضل لاعب لهذا العام كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليون المسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا وعلى صعيد المدربين يتنافس على جائزة الأفضل لفرق الرجال كل من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني والإيطالي أنتونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي ومسي مليانو أليغري المدير الفني ليوفينتوس الإيطالي ولأول مرة سيتم منح جائزة لأفضل حارس مرمى والمرشحونهم كيلور نافاس وجان لويجي بوفون ومانويل نوير سجل بليكي غريفن 29 نقطة بينما استحوذ داندري جوردن على 13 كرة مرتدة ليواصل لوس أنجلس كليبرز مسيرته الخالية من الهزائم هذا الموسم ويتغلب على فينكس سانز ب130 نقطة مقابل 88 في دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين وسجل أليكس لين 15 نقطة بينما أضاف ديفين بوكر 13 نقطة ليعاني سانز للمباراة الثانية على التوالي واستحوذ تايسون شاندلر لاعب سانز على 14 كرة مرتدة وتخلص غريفن من بدايته البطيئة خلال اللقاء ووصل لقمة تألقه في الربع الثالث لتحييه جماهير كليبرز بوصفه بأفضل لاعب في الدوري أثناء تنفيذ غريفن لرمية حرة في النصف الثاني من اللقاء بيقى خلال اللقاء لأخير وحبط أخير وحبط أخير تحيييه وحبط أخير وحبط أخير أخير أخير